اشرف السعد رجل الاعمال المصري رئيس مجلس السعد للإستثمار وصاحب احدى اكبر شركات توظيف الاموال صور عقبة وصوله لمطار القاهرة الدولي اليوم بعد فترة غياب عن مصر تجاوزت الستة وعشرين عام بسبب قضية توظيف الاموال الكبرى التي هرب على اثارها الى لندن وفور وصول رجل الاعمال اشرف السعد الى القاهرة تم تقنين الاوضاع القانونية المتعلقة به والتأكد من سلامة اجراءاته وموقفه القانوني وعما اذا كان مطلوب على زم قضايا اخرى حيث جاري عرضه على الجهات المختصة للتأكد من صحة موقفه القانوني وكشف مصادر قضائية ان اشرف السعد غير مطلوب على زم قضايا جنائية سوى قضية واحدة وهي قضية توظيف الاموال التي كان يحقق عنها المدعي العام الاشتراقي عام 1993 التي تحول مسماها الى الجهاز الكذب غير المشروع وانتهى الجهاز فيها برفع التحفظ عن اموال اشرف السعد بعد اعادة الاموال للمدعين لدى شركته اشتركوا في القناة